تعود عاصفة الخلافات وما أنبأ به سياسيون بشرارة الاحتجاج على التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات القراءة الأولى لمسودة التعديل أخرجت مجموعة من منظمات وقوى مدنية منها قوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية عن صمتها معلنة تشكيل جبهة موحدة لإيقاف مسودة القانون العنوان الأبرز للاعتراض على ما أقره البرلمان جاء على لسان برلمانيين وناشطين بلغة التأكيد على أن دمج القانونين لا يتناسب وفق النص الدستوري ويخالف المبادئ الديمقراطية التعديلة التي وردت في مشروع القانون لم تلب طموحات العدالة في العملية الانتخابية بل إنها جذرت وفق مراقبين آلية تقاسم الكعكة بين القوى المهيمنة على السلطة منذ عام 2003 أما عملية تهميش قوى سياسية فائلة فهو السبب الآخر الذي تحركت ضده قوى ومنظمات إذ وصفوا ما حدث من عملية نقاش وتعديل للقانون بالتمرير الذي تصنعه جهات سياسية دون مشاركة حقيقية لقوى مدنية في صناعة القرار وسبق أن حذرت أصوات دولية وليست محلية فحسب من إخماد النشاط الانتخابي في المناسبات الديمقراطية المقبلة فالقانون من وجهة نظر خبراء يعرض العملية الديمقراطية إلى القضاء على فرص العدالة والتنافس والنزاهة في الانتخابات والتي بفعلها تراجعت نسب المشاركين في التصويت في الانتخابات الأخيرة اشتركوا في القناة